بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل قصائص المواقع وبنشوف اللي احنا وصلنا المحاضرة الماضية الى اهمية حساب وعرفنا انه بنقدر نحسب منه الساون سبيد وصلنا الى الساون سبيد في حد الايزنتروبيك توصل جزر جاما بي على رو طب انا وصلت بي على رو هتديني الى انه يبقى السي اقدر احسبه بمعادلة جزر جاما ار تي يبقى انا عن طريق هذه المعادلة اقدر احسب سرعة الصوت في الهواء سرعة الصوت في الهواء سرعة الصوت في الهواء تبقى لهذه الكنديشن فانا لو استخدمت مثلا فور اير هلاقي عن درجة حراقة مصرقة هلاقي السرعة حوالي 300 متر بالنسبة للساون سبيد الموتر بلاقيها 1450 متر بير ساكند لما ناخد مثال تطبيق على هذا الكلام ونشوف اهمية هذا الكلام يولي اجيت ايركرافت فايل فلايس ات سبيد اف متين وخمسين متر ات ان altitude اف عشرة تلاف سبعميد متر اف عشرة تلاف اف عشرة تلاف في اف عشرة بريةه وهواء 286.9 جول لكل كيلو جرام لكل كيلو جرام درجة الحرارة تلاف الى الكلب النائس 54 زائد 273 تطلع 219 حسبت من هنا السرعة طلعت 296.6 متر بسجم بحث بالرشو V على C تطلع 0.840 هذه الرشوة نطلق عليها Mach Number اللي هي نسبة بين سرعة الجسم الى سرعة الصوت وبقنان عليها أنا بقدر أحدد إن شاء الله نوع السلام واللي ستدوسه بالتفصيل إن شاء الله في الـ Compressible Flow في الكورس القادم إنه لو المخ نمبر ده قيمته أقل من 1 بسمي السرايان subsonic flow سرايان تحت صوتي إذا كان عندي M تساوي 1 بسميه سرايان sonic flow يعني الجسم ماشي بسرعة تساوي سرعة الصوت إذا كان المخ نمبر ده أو الرشو اللي احنا تكلمنا عليه ده أكبر من 1 بسميها supersonic flow سرايان فوق صوتي يبقى إذا معرفة إن أنا أعرف سرعة الصوت مهمة جدا جدا علشان بحدد عن طريقها Mach Number وإحنا بكده نكون خلصنا الخاصية الـ Compressibility والدلالة الهندسية لها ونلقاكم في محاضرات قادمة في الخوص ترجمة نانسي قنقر